اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم ارجعوا على تعليق احد المتابعين قدرت فيديو هذا احضرت فيه بللي اي بلاد تحب تقوم بإصلاح في كل القطاعات تلك الجزائر ستكون هناك مقاومة طبيعية من عند بعض الافراد اللي يخدموا فيها كل القطاعات بدون استثناء علاج لانه كان اشخاص يخافوا من التغيير كان بعض الاشخاص عنده امتيازات ولا مناصب يخاف اذا صرع تغيير في هذه القطاع ولا في هذه المصلحة اللي يخدم فيها هو مرحش يساعدوا هذا التغيير وعليه بلا ما يكون فاسد ولا بطريقة لا ايرادية يبدأ يقاوم هذا التغيير ايه يلقيت واحد التعليق هذا اللي راويبان امامكم ارتكبت خطأ فادح لا والف ولا احتذر صح اسم السيدة هذا انا هدرت على كل القطاعات مستثنيت حتى واحد وقلت اذا السلطة كانت تحبت تغيير كان بعض الاشخاص راح يقاوموا هذا التغيير بطريقة طبيعية واحسن تظن في الجامع وقلت ماشي شرط يكونوا فاسدين ولا لا لا راح يخاف وتروح لهم الامتيازات السيدة هذا اقبل هدرانتعي على الجامع كان اساتي ذو معلمين نورمالجاتو كان اطباء يعني على كل المستويات القطاع تعشبها الطبي بصفة عم فرامل واللي يخدموا في المستشفى تقضى كامل لقبل عليهم كان اساتي ذات جامعة تقبل عليهم كان القطاع تعالقوضات تقضى قبل عليهم الشرطات الدرك هدو كامل قبل عليهم بوم ان شعافي لم دخلهم مع الجيش ولا لا لا الجاماريك الحماية المدنية كل خدمات اللي تجوا فيها راسك اقبل عليهم هده قالك الا الجيش وهذا يقضنا لوحد تسأل مهم يعني نطرحه في هذا الفيديو ونقشه هيا أحسن مهنة تصدر توقيتما الخدمات او المجتمع الجزائري كان عايش في دجرة الضشرة بكري كانوا فيها أشخاص كامل في اللاحي وناس بوساطة وما يقراوش وكانوا فيها وحدة ربعة ولا خمس أشخاص متميزين كان عندهم طبيب واحد في القرية لا ربما يكون قاري ولا يداوي بطريقة يعني بالأحشاب ولا عندهم شيختاء الجامع وعندهم كاش معلم ولا زوج وعندهم واحد مثلا عنده دراهم شوية يخدمهم هذو الناس كامل تحتارمهم يقولوا سيفلان لأنه مهما تكون إذا مرض وليدك يلزم تديه لهذا كطبيبتا على القرية تسمى دير فيهم بليزير كامل هذا الإمام هو الواحد اللي يقرأ ويقررهم ولا ربما يلعب الدور تعلقادي كأنه محكمة ثم تسمى الناس كامل تحتارمه كإمام وعليه هذا كانت عندهم مرتبة ويشوفوا كأنه الميهن انتحم شريفة ذركها في الـ 2022 خلاص راحة هذه الحكاية علاش لأنه المجتمع ولا معقد بزاف كامل نحتاجه بعضانا الطبيب ما يقدر يديرواله حتى وهي مهنة شريفة بصح ما يقدر يديرواله في المجتمع وحده الأستاذ ما يقدر يديرواله الميكانيسيا ما يقدر يديرواله العامل النظافة ولا العامل تها الجيش ولا اللي يبيع الخبز ولا اللي يخدم الحالوية كامل نحتاجه بعضانا خمم هكذا مع راسك في المجتمع هذا الحديث وحبس واحد برك ما تخدمش غير القيطاع مثلا الصحي البلاد كامل يصراو فيها مشاكل كامل الناس كامل تولي تعاني سي حبس الاساتذة الناس كامل تعاني حبس مثلا الجيش ولا البلاد يعني تعاني أرح حبس ميهنة واحد أخرى أرح غير الكوش برك مثلا ميهنة بسيطة ناس ما يخدموش تارح تبدأ تعاني التجار ما يخدموش يديرواله مثلا لأقرف ولا انتها رح تبدأ تعاني عمال النظافة لو كان يبقى عاما ما يخدموش القيطاع الصحي اللي ربما ينهار يولي لسخي يولي البعوض ينتجر كل أمرات داع الدنيا كان واحد ميكانيسيا واحد يطلق لك المال الدار واحد يخدم في الغابات كل واحد سمات تنيا هذي ولات موعقادة وهذه الفكرة اللي راني نحضر للكم عليها لا ربما تبقى لكم بسيطة ولا ما عندها حتى أثر في المجتمع ولكن هي اللي فستتنا المجتمع أعلاج لأنه ذلك اللي كانت تروح تهدر مع طبيب ولا تلقى عنده واحد كما نقول لي يقول انتاعو طالع شوية تلقاه يحسب اللي الناس الاخرين كامل ما عندهم شطوره هو يلزم يلزم يتحلو فيه وما راني نشط تعي يتحلو فيه ولا بسح هذه الأفكار انتاعو انه مضخم روحوا على المجتمع الاخر تلقى عندها انعكاسات على الخدمة انتاعو تلقاه من ذاك يديروح وشيكور من ذاك ما يخدمش من ذاك يفيس يقول لك أنا طبيب ومراه مش متعليين فيها مثلا تروح للاستاذ كيف 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 كاين بعض الاساتيدة تروح تهدر معه كأنه وصح في المجتمع ويزم يبدأ ويتحلو فيه والناس هذي كل الاخرين كامل يسمحوا فيها وروحوا لكل القطاعات الاخرى اللي تهدر معه تلقاه حسب روحوا باللي المهنة انتاعو شريفة وما عندهم مزيج ومبعد يبدأ يديرها كمبريرة تروحوا مثلا باش يفسد ولا باش ما يخدمش خدمته يجي واحد يقول لك أنا خدمتي تعييه ولو كان ما أنا ما يصرع والو والبلاد هذي ما تتحركش وما راح مش متعليين فينا ومبعد يأما يرقد يأما راح يديرها شاوه وعليه هذه الفكرة غالطة بطريقة واحدة عفوا بطريقة واحدة اخرى راح يتأذي بعض الناس احنا في الجزائر واحد عامل تعنظافة ولا مثلا يخدم في بلدية ولا المهنة انتاعو تكون نوعا ما ما راح يش مليحة خاصة ان اذا الاجر انتاعو كان يعني مش مليح راح يتعقد في المجتمع هذا مش يغره هو يتعقده هو يتعقده هو يتعقده ولاده يتعقده هذة الفكرة ما عندهمش في المجتمعات الاوروبية عادي تلقى عامل نظافة صغيره وحطه وشبابه كذا يخدمه اربعة عالحشية يروح يبدله عايش حياته يروح يصار يلبس مليه عنده ونوبيه كذا كلش لابس به عنده محتان ساياني يلبس به طفلة صغيرة ويخدمه بعض الميهن احنا في الجزائر مثلا متقدرش تتخيل علش نحقره الخدمة متقدرش تتخيل بالليه طفلة بابها عندهم ادراهم ولاجان عندهم ادراهم هكذا يقول لك نروح نخدم على الاروحي يعني نقره بساحة نجيب مصرهم فنتاعي جينا بيزار احنا نشوفه واحد بابها عنده دراهم ويخدم خدمها بسيطة في امريكا ولا في بريطانيا ولا هذه الفكرة عندهم معادي طفلات تقرأ في الجامعة وبابها لبس به في النهار تقرأ وحشية تروح تخدم في بيتزيريات سربيه للناس عادي احنا ما لنش نطلبه باش نكونوا بعض الطريقة يعني النيساء الجزائريات يروح ويخدموا وكذا بصح جان باش يتعود من الصغر ويتكل على روح وكذا ما فيها احتى حاجة اعلاش لانه ما سما واحد ما يضحك عليك والناس يحترموا ويخدم احنا في الجزائر هذا الشيء جينا غريبة وهذا الشيء نوعا ما اثر بزاف على المستوى ولا على الاقتصاد على البلاد اعلاش لانه احنا من اللي كنا صغار ونعرفوا انتا وش تخدم راح نخدم طبيب نخدم فرملي نخدم معلم نخدم بيلوت بوم بيلوت صعيبة فيها المعريفة وفيها يعني واحد الشوروت ابقات المعلم وابقات الطبيب النخبان تانى اللي يجيب المعدل 16 و 17 و 18 و 19 كامل يروحوا يا اما معلم يا اما يروح طبيب معناش المختارعين ورهم الناس اللي يروحوا يختارعونا مثلا اذو اللي يقرأوا تيكنو واللي يقرأوا مثلا الفيزياء النووية والكيميا والسوال حالا شكونا روحوا الجامعة الناس اللي يتقرأ تيكنو اللي يجيب المعدل 10 و 11 و 12 كيفاش راح يكونوا مختارعين ولا مثلا البلاد هذه تروح بعيد ما كاش النخبان تعنا كامل اللي يروح يلقى روحوا معلم ما نش نستحق روب معلم ولا ولا يروح يلقى روحوا طبيب أنا عارفين بليميها المليحة وشاريفة ونستحبها وفيها الخدمة في الجزائر ولكن لو كان تروح لبعض الدول ولا تلقى معدالات مرتفعة جدا اللي يروحوا لبعض التخصصات الاخرى كين نستروح اختصاد كين نستروح تجارة كين نستروح الانفورماتيك كل واحد وين يروح نحن النخبان تعنا كامل مركزة يا إما أساتذة يا إما أطباء صح أضرك إلا تشاطرني في هذه الفكرة نزيدون أفونسي وجوية وش هي أحسن مهنة في الجزائر من المفروض وش هي أحسن مهنة لأن العلماء تعدين تلاقوا وداروا اجتماع وطرح هذا التساؤل قال لك وش هي أحسن مهنة من المفروض تكون تشاوروا وتشاوروا ومن خرجوا بنتيجة والنتيجة عجبتني قال لك ما كانش مهنة شريفة قال المعلم ولا طبيب ولا قاضي ولا لا لا قال لك المهنة الشريفة للمسلمين هي اللي تكون خاصة بمعنى إذا هذ المسلمين قال رانا عايشين في المجتمع الجزائري عنا بزاف لحين وعنا بزاف معلمين وعنا بزاف قوضات بس أطباء معناش قال هذك الطبيب راح تكون مهنة تعو أحسن مفضلة علاش لأنه المسلمين راح محتاجينك نفترضو احنا يا ما نصنعوش سلاح في الجزائر عنا الفلاحاء عنا الدول تعنا عنا القمح عنا كلش اياق السلاح معناش نجيبوهم لعند الأعداء انت عنا لو كان يخرج جزائري ولا جزائريين ويقدروا يصنعولك سلاح باش تدافع بيها على روحك وتستغنى على هذك الكافر ولا على هذك الملحد ولا على العدو تاعك راي أحسن مهنة تسمى دايما يفضلوا ولا يشجعوا الناس باش تروح الخيارات اللي ما كاش وعليه انا باش نشوف احسن مهنة في الجزائر مثلا لو كان نشوف واحد جابنا حاج احنا معناش بانقال احنا مثلا نه وشوفوا هذي شوفها في الواقع راح تقنع بيها احنا عنا ازمتها حليب غدوة ان شاء الله عندنا لو كانت تكون تفرش في التليفزيو وتلقى كاش مستثمر راح للمنيعة وافتح كاش مزرعة كبيرة مثلا وقل لك منا على عام نقضي نقضي على مشكلتها الحليف الجزائر اسكوا راح تفرح به كثر ولا تفرح بطبيب هذا اللي راح يجي طبيب فوق 500 الف طبيب اللي عنا ولا يجي معلم فوق 500 الف المعلم اللي عنا احكيد راح تفرح بهذاك المستثمر لانه خلص الجزائر متابعية لفرنسا ولا بعض البلدان الاخرى اتخيل الجي غدو ان شاء الله واحد مل جيش ولا مسيفيل ولا يقول لك اختارحت ساروخ يقلب موازين القوى خلاص يعني يخرج لك ساروخ منش عارفان ابالك عنده قوة تدميرية كبيرة ولا المسافة اللي يقطحها كبيرة ولا كاش سلاح يعني من نوع واحد اخر راح يبدلك الموازين القوى تاع بلادك تسمى هذا طاقوة المسلمين وعليه هذا راح تكون عنده كما يقولوا ميزة ميزة على كل العمال واحد اخرين انت تحترمو هذه هي الفكرة اخوتي انا اللي قنعتني حقيقا وعليه اذا ما كانش واحد من هذو الناس اللي خدم خدمة يعني اللي خاصة نحنا في المجتمع احنا وش نحترمو نحترمو اللي خدم خدمته انا ما نحترمكش انت كطبيب لانك طبيب نحترمك لانك تخدم خدمتك حقيقا كي نجي ليك لصبيطار وتقوم بيا حقيقا وتتحلى فيها ثم نقولك انت حيلك ونحترمك كطبيب ونقولك مهنة عك شاريفة انت كاستاذ كيف كيف تقري لي وليدي ولا تقري لي اخويا ولا تقري نشوفك تقري في المجتمع وتخدم خدمتك نقولك هاو حقك وبرك الله فيك انت انت انسان شاريف اذا ما خدمش خدمتك نقولك هاو حقك انسان شاريف مش المهنة هذيك اللي تعطيك هذا الشرف لا 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 خدمتها مليه انتا بوليسي كيف كيف وانتا على السكرية كيف كيف وانتا قاضي لا حققت العادلة كيف كيف كل القيطة اذا خدمتو نحترموه اذا ما خدمش خدمتك يا اخوي انا ما نحترمكش مهما تكون مش تخدم هذا هو اخوتي الفيديو تعليون مجرد رأي انتاعي انا مفكر بهذه الطريقة كل واحد يعني يحب يفكر بطريقة واحدة اخرى اكتب بنا في التعليقات يعني انت قادة انتاعك ولا الار انتاعك ولا الايضافات ومع الاخر كلا عادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة